أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة وذلك للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوري عن السلع والبضائع من الجمارك في ظل توافر النقد الأجنبي وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع أوضح مدبولي أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي مؤكدا أن الجهاز المصرفي يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة